اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بررامج القائن خاص استضيف اليوم أستاذ العلم السياسية في جامعة قطر الدكتور محمد المسفر اهلا وسهلا بكم دكتور محمد اهلا وسهلا بك دكتور محمد هناك الكثير من الكلام حول قطر ودورها في المنطقة وايضا الخلافات في داخل البيت الخليجي كيف انعكزت على اليمن اذا بدأنا من السؤال الاول كيف اثرت الازمة الخليجية على الازمة اليمنية بشكل واضح بسم الله الرحمن الرحيم بالضرورة اي تغير في المنطقة ينعكس على اليمن وينعكس على المنطقة جميعا بمعنى اخر ان الجزيرة العربية وحدة جغرافية واحدة فاذا مرض جزء من هذا الكيان تدعت له بقية الاجزاء الاخرى في هذا الوطن وبالتالي انه الازمة الخليجية او حصار قطر على وجه التحديد بالاسم هذا المعنى لا شك عاد الاثر الكبير على القضية اليمنية ترى انها كانت توضع على جدول اعمال مجلس التعاون باستمرار الان انعقدة مجلس التعاون لم يعد انعقده بتلك السيرورة التي كانت سابقا يا اخي احمد وبالتالي اصبح مجلس التعاون ضعيف نظرا لوجود الان قطيعة بين بعض الدول في المنطقة وقطر وبالتالي نقول انه بالضرورة انه قد اثرت على مسيرة العمل الوطني في داخل اليمن العزيز كيف تم اختطاف القرار اليمني وجعله يصطف او كيف اصطفت الشرعية الى جانب السعودية والامارات وفضلت تاركة قطر يعني ما هو السلطة اليمنية ايضا تركت قطر وانضمت الى الدول المحاصرة وهي الرياض والمنامة وابو ظبي واصبحت تنضم اليهم صنع فاصبحت هي طرف في خصومة قطر السلطة السياسية بقيادة عبد الرب منصور وبالتالي ايضا قطعت العلاقة مع اليمن السياسي اليمن الجغرافي ولكن لم تنقطع مع الشعب اليمني لان هناك تواصل فيه مؤسسة صلتك وهي مؤسسة تهتم لها مركز في اليمن تهتم بالتعليم وتهتم بالتعليم المهني وتهتم بعملية التطوير الاداري الى اخير من هذا الى جانب الجمعيات القطر الخيرية وخاصة جمعية قطر الخيرية متواجدة على الساحة اليمنية رغم ان هناك السلطة اليمنية انضمت الى المحاصرة لدولة قطر واضح ان السلطة الشرعية في اليمن كما ذكرت انت في اكثر مرة انها سلطة مختطفة وبالتالي اتخذت ايضا قطر عدد من القرارات الاخرى ذات الصلاة باليمن من ضمنها وقف دفع مرتبات التي كانت تدفعها لوزارة الخارجية اليمنية وعدد من ايضا المنحة التي كانت تخصص سنويا لدعم التعليم او دراسة الطلاب اليمنين في الخارج بالضرور اذا قطعت هذه المساعدات التي تعطي من الدولة القطرية الى الدولة اليمنية فانه حصل قطيعة وسحب سفرها واصبحت هناك الدولة تدخل فيه ضمن دول الحصار او دول المعادية لدولة قطر فكيف يعني قطر تقوم بدفع من يحاصرها تدفع اموال لمن يحاصرها وكيف تحتفي بموظفي وزارتها الخارجية على وجه التحديد وهي تحاصر الدولة وسحبت سفيرها وسحبت دبلوماسيها من المنطقة اعتقد ان هذا شيء ضروع يعني شيء طبيعي ان قطر تتوقف عن تقديم اي مساعدة للحكومة اليمنية في هذا الضوء كان هناك تبريرات من قبل الحكومة الشرعية او حتى من قبل الاعلام السعودي والاماراتي ان الموقف اليمني من قطر والذي تبهى مع الموقف السعودي والاماراتي هو اعتراض على دور قطري في اليمن بدون اذن التحالف او يعني ما اعتبروه انه خروج عن هدف التحالف هل كان هناك فعلا دور لقطر خارج دور التحالف في اليمن قطر كانت من ضمن دول التحالف الى 5 جون 2017 عندما قررت السعودية وهي القائدة العسكرية لعملية التحالف العربي كما يسمونها في ذلك الوقت وهي استغنت وقالت ان قطر تخرج من هذا التحالف وعليها ان تسعب قواتها رغم ان قواتها كانت هي على الحد الجنوبي للمملكة وكانت تدافع عن المملكة باعتراف السعودين انفسهم يعني ولم تكن على الارض اليمنية فبالتالي نقول ان انحسار او خروج قطر من التحالف لم يخرج عن ارادتها او برغبة منها وانما برغبة القيادة العسكرية التي تقود هذا التحالف فادى الى انسحاب قطر وبالتالي هي لم تتدخل بعد ذلك في اي شؤون داخلية لليمن ألا توجد علاقات مباشرة بين الدوحة والحثين بين الدوحة مين؟ والحثين هل هناك تواصل هناك دعم يقال ان هناك دعم يقدم للحثين هذا كلام ليس صحيح قطر عمرها ما كانت مع اي طرف انفصالي في اليمن هي وقفت مع الوحدة في 64-94 ووقفت والعالم كله كان في ذلك اليوم اول بعض الدول العربية وبعض الدول الخليجية على وجه التحديد ومصر والاردن ايضا كانوا الى جانب الانفصال وكانوا ضد الحكومة القطر كانت الدولة العربية الوحيدة التي كانت مع المحدة وتساعدها فكيف تقوم بدعم وتأييد الانفصاليين او المنشقين عن السلطة اليمنية الوحدوية في صنع لا يمكن هذا كلام غير معقول ربما هذا الكلام يستند على وجود دور قطرية او علاقات قطرية متميزة كانت استطاعت ايقاف الحرب الثالثة وربما الالتزام بإعمار صعدة خلال الحروب التي شنت على صعدة وقيام الحوثيين او قيام الدوحة بوساطة بين السلطة التي كانت حينها او الرئيس صالح والحوثيين هذا العمل الذي قامت به قطر بالتواصل مع الحوثيين هو بناء على رغبة الرئيس علي عبدالله صالح السابق اليمن وهو الذي طلب من قطر التوسط وفعلا قطر توسطت بين الطرفين وقدمت قطر مساعدات للحوثيين في ذلك الزمن بمعرفة الرئيس علي عبدالله صالح القائد الشرعي في ذلك الزمن وبالتالي قالت قطر انا اقدم مشاريع انا مستعدة ابني مدارس ابني مستشفيات ابني طرق ابني مؤسسات تعليمية راقية هذا لمساعدة اخواننا الذين يشكون بان الدولة اليمنية ليست ملتفتة اليهم وبالتالي يعني اقدام دولة قطر بالتواصل مع الحوثيين هو بناء على الحكومة اليمنية السابقة بقيادة علي عبدالله صالح وعبدالرب منصور يعرف ذلك كاذا كانوا متصل بالنظام السياسي السابق اما اذا كانوا عبارة عن عينة محطوطة في اليمن نائبا للرئيس ولا يعرفوا شيئا فهذه مشكلته لكن قطر لم تكن الى جانب اي طرف انفصالي سواء في الشمال او في الجنوب او في الوسط طب كان هناك التباين دائما في الموقف الخليجي والموقف القطري فيما يتعلق باليمن كما تفضلت في قرار او في حرب صيف 94 وبعد ذلك في المبادرة الخليجية التي انسحبت منها القطر ولم تدعمها وهذا ربما كان واحد من الاشكالات التي تقول ان ما هو يعني التي الى الان ليس واضحا لماذا انسحبت قطر من دعم تلك في 2011 او 2012 التسوية التي كانت في اليمن المبادرة الخليجية تحديدا المبادرة الخليجية لها ثلاث مراحل المبادرة الاولى التي تقدم بها مجلس التعاون كانت ضدها دولة قطر لانه كان في خلل او اخلال بالنظام السياسي وبالنظام الانتقالي الحقيقي في السلطة اليمنية ايام عني عبدالله صالح فهي عارضت تلك ولم توقع على الاتفاقية او على المبادرة الخليجية في بعد الامر الامر الثاني بعد 2011 والمبادرة الثانية التي قادم والذي قطر ايضا كان لها وجهة نظر في ذلك حقيقة هي انه انه هذا رجل قامت عليه ثورة وان الثورة كيف يعني من يقوم عليه ثورة وتسقط شرعية وتطالب شرعية الشعب كله ضده وكل القبائل اليمنية كان ضده وكل علماء اليمن كانوا ضده وبالتالي خروجه من هذا وتقدم مبادرة تمنحه الحصانات وتمنحه الامتيازات وتمنحه كل هذا الماء فكانت قطرة تقول لا يعاقب المجرم لا يعف المجرم من جرائمه السابقة وبناء على ذلك فاحنا لا نوقع على هذا الاتفاقي او لا المبادرة هذه تظل كما شيتم انتم تمرر بالعدد المطلوب فيها وقطر كانت لها رأي في تلك المبادرة الخليجية الاخيرة والاولى قبل ذلك كانت قطر مع الربيع العربي ودعمت العديد من الثورات في الربيع العربي لاحقا قيل ان هذا الموقف اثار حنقة الاقليم وايضا الدول الكبرى وجعلها قطر تصدر او في وجه المدفع امام القوى الرافضة او امام قوى الثورات في هذه المنطقة خليني اصحح المصطلح عندما تقول دعمت دولة قطر الحراك الربيع العربي معنى ذلك ان قطر كانت تتبنى وتدفع له اتعابه وفلوس والى اخره وتمويل هذا اللي الشاي عند الناس قطر في تقديري انا وفي حسب معرفتي انا انها لم تقدم مالا للناس اللي في الشوارع فيه سواء في القاهرة او في دمشق او في طرابلس في الليبي او في اليمن لم تقدم للناس لانه جماهير الشعب جماهير امة خارجة بالملايين خارجين طد النظام يريدون اصلاح النظام بعضهم طلبة في مرحلة ما الى اسقاط النظام فهي المؤسسة الاعلامية الموجودة الاعلام القطري تبنى هذا العمل وظل ينشر ما يجري في الشارع وليست بتبني افكار الثوار هذا او تبني اراءهم وانما رصدت حركتهم وبثتها لوسائل الاعلام زيها زي اي محطة عالمية اخرى تقدم هذا العمل وليست هي مستثنة لم تكن الحراك الربيع سواء في القاهرة او في البحرين او في ليبيا او في سوريا احجمت عنه المقاومة يعني قطر في وسيلة الاعلام هذه صحيح انها بثت روح الامل بثت الحراك الشعبي في هذه الدول وكان بدايتها في تونس فليست هي محرضة على الاطلاق وانما هي بثت حركة قائمة في البلد فالتالي الحركة هي صانعة الخبر وهذه وسيلة اخبار فنقلت الخبر لكن يعني لاحقا تم نسبة الربيع العربي او دعم الربيع العربي الى قطر وبالتالي ايضا حتى عندما تم معاقبة او حصار قطر كان من ضمنه انه شارك في اعمال تحريض ضد انظمة بما في ذلك حتى كان موقف مصر واضح عدائي من قطر ومنه لا توجد كانت هناك علاقة طيبة بين قطر والقاهرة مصر علاقتها ليست سوية مع قطر من ايام حسن مبارك النظام السياسي اما الشعب فهي قدمت قدمت الحسن مبارك لمساعدات مالية ما للنهاية وقدمت لهم تعويضات حتى اخرها الباخرة التي اغرقت في البحر لها دفعت تكلفتها وتأميناتها او جميع التكاليف دولة قطر تبرع للشعب المصري وللناس الذين ذهبوا شهداء لهذا المبارك قضية القطارات وسك الحديد قدمتها قطر قضية الحراثات الزراعية قدمتها قطر لمصر ايام حسن مبارك وكذلك ايام الحكم الاسكري طنطاوي وجماعة الانقلاب الاسكري الذي يسمى ثم بعدين استمرت الى ان جاءت ما يسمى بالانتخابات وجاءت الحكومة المنتخبة بقيادة مرسي محمد مرسي وكانت الدولة مع الشرعية التي هي تؤيدها كل الدول تؤيد الشرعية فاذا انت تبحث عن الشرعية فتؤيدها كيفما شاهد وبنانا على الانتخابات فهي لم تكن مؤيدة لأحد على الاطلاق وانما هي ملتزمة بمبدأ انه طالما هناك انتخابات وصوت عليها الشعب في مصر فهي معا اما قضية انه نؤيد او نمول حركات مضادة للنظام السياسي في مصر فهذا ليس صحيحا على الاطلاق في ايضا اقفال السفارة السورية في الدوحة وفتح السفارة لقوات الثورة هذا ايضا اعتبر مؤشر سلبي على التدخل الذي تقوم به قطر في المنطقة قرار الجامعة العربية كان قرارا شاملا بعض الدول العربية نفذته تنفيذا كاملا كما هي قطر وبعض الدول نفذته تنفيذا جزئيا والبعض الاخر تحفظت عليه بما في ذلك عمان تحفظت عليه ولكن بقية الدول الاخرى سارت ما سارت به قطر واعتبرت قطر ايضا اعتبرت انه هذه حركة وطنية ثائرة على نظام بشار الاسد وانه تستحق الاعتراب الاعتراف بها واعترفت بها واعترفت بها دول كثيرة بما في ذلك بعض الدول الخليجية الاخرى اعترفت بالثورة ضد بشار الاسد واعتمدت ايضا في علاقتها بالغاء السفارات لاحقا قاموا بفتح عادة فتح السفارات الخليجية في دمشق اعيدت تقريبا الاماراتية التي عادتها عمان هي من قبل لم تسحب سفيرها على اطلاق سفرها لم تغلق سفرتها قصدي وبقيت يعني الاماراتية التي ردت وعلى درجة قائمة بأعمال الى حد الان ممكن يتطور الى قيام وبينهم هناك علاقات بين الامارات وسوريا ليست مخفية وليست سرية ما زال التواصل ما زال هناك استثمارات مع النظام السياسي وغيره سوري في الامارات وغير ذلك فهي معروفة يعني ليست سرية نعم اذا ما انتقلنا لموضوع اخر وهو يتعلق باليمن خمس سنوات على تدخل التحالف الذي تقوده سعود والامارات في اليمن هل من افق لانتهاء هذه الحرب او ايضا كيف قالت الامور الى ما هي عليها اليوم الحثين اليوم اقوى مما كانوا عليه في 2015 هذه لها ثلاث مرتكزات المرتكزة الاولة وهو ارادة الشعب اليمني يجب ان يكون الشعب اليمني عنده ارادة وطنية تنتسب الى اليمن ويهمهم استقرار اليمن وليس استقرار سوى اليمن وان لا يكونوا يتاجرون بوطنهم من اجل كسب مال هنا او هناك بعض الاحزاب السياسية مع الاسف ارتمت في احضان اما في احضان ابو ظبي او احضان الرياض من اجل مال يصرف لهم ولمليشياتهم وعوانهم بهدف الوصول يوم من الايام الى هرم السلطة السياسية لكن يا سيدي لما تجي انت الهرم السلطة السياسية وخاصة اخواننا في الجنوب يعني شيء مخزي صراحة الاولان انهم هؤلاء في الجنوب حاربوا الحركة القومية في الستينات وقتل منهم مئات الالاف حاربوا الفكر اليساري وقتل منه مئات ان لم يكن الاف من الناس واللجلة المركزية اليسارية التي كانت تحكم اليمن عندما اختلفت ارتمت رست ور القبيلة ولم تتمر وراء تقاريد الحزب اليساري الشيوع الذي كان سائدا في ذلك فايضا تقاتل وقتلوا لما قامت الوحدة ايضا تقاتل وقتلوا اذا هؤلاء الناس في صراع مستمر مع اي حركة تقوم في اليمن بقصد الوصول الى السلطة والهيبنة فاذا توقفت هذه القيادات عن مد يدها لاي من هذه القوى التي تعيدها بالا انا اعتقد ان اليمن سيسترد شرعيته وسيسترد كرامته وسيسترد وحدة بلده بدلا من ان تتشتت وتتفرق كما هو الان موجود قبل ذلك يعني قبل ان تذهب القيادات الى الخارج هناك من يقول ان الخارج هو من اتى اعلن في 2014 اعلن مسؤولين ايرانيين انهم سيطروا على صناعة كرابع عاصمة عربية وبعد ذلك تدخلت السعودية والامارات في اليمن دون حتى معرفة الحكومة او الرئاسة اليمنية التي لم تعرف بان هناك تدخل الا بعد ان وصلت الى السعودية وهذا الكلام قاله الرئيس هادي لا لا شوف يا اخي احمد تدخل السعودية والامارات والتحارف العربي تدخل بناء على طلب من الرئيس عبد الربو منصور الرئيس عبد الربو نفى هذا الشيء وقال انه لم يعلم بانه هناك عمليات الا ان بعد ان وصل الى الرياض انا الذي سمعته باذني ولا استطيع انه كذب اذني وسمعي وقراءتي انه هو الذي طلب رسميا من دول المجلس من السعودية ابتداء ان تتدخل لحماية هذا وطلب من الجامعة العربية ايضا برسالة رسمية ان تتدخل لحماية الشرعية في اليمن وايضا طلب من دول مجلس التعاون الجوار ان يساعدهم في استعادة الشرعية ومساعدة في دحر الحوثيين في هذا العمل هذا طلبه هو هل حين انكر طلبه هذا لا بد ان يشهر هذا الطلب ويقول هو تحدث انه لم يعلم ربما هو تقدم بطلب لكن لم يتم اشعاره بالموافقة على الطلب وحتى الاعلان عن موعد لبيد العمليات العسكرية الا بعد مغادرته عدن بعد ان وصل الحوثيون اليها هذه ربما كانت اشكالية تتعلق في انه لم يكن صاحب القرار بل كانت السعودية والتحالف هي من تدخل ومن ثم عندما اعلن السفير السعودي من واشنطن عادل جبير حينها بدأ العمليات العسكرية انا الذي اعرفه كما قلت لك انه هو طلب بهذا الطلب القول الذي تقول به انا لا استطيع ان ادحظهم انا اقول لك لا هذا مش صحيح ها كلامك انت اولا من اليمن وتعرفه اكثر بما اعرفه لكن في هذا الموقف انا اقول انه التدخل كان بناء على طلب هل حين بدأت الضربة قبل مشاورة الرئيس اليمني او بعد مشاورته قبلها او بعدها هذا شيء ثاني انا لا اعرفه ولا افتيك في امره طيب في هذا الانتا قلت انه طلب مساعدته على السعادة الشرعية والسعادة الدولة بعد خمس سنوات اين وصلت الشرعية وين وهل تم السعادة الدولة وصلت الشرعية الى مأزق كبير الشرعية لم يعد لها ذاك الرواج في داخل البلد الذي كان من الاول موجود فيها الشرعية ضعفت ووهنت اولا ليس لها مدد مالي وليس لها مدد اعلامي وليس لها مدد عسكري فهي معتمدة على دول التحالف او بالمعنى الدقيق معتمدة على السعودي فاعتمادها على السعودي اعتماد كامل في هذا ولا تستطيع معادات السعودي في الظرف الرهن لانه هي السعودية هي الدافع المالي لهذا العمل وهو الذي ساكن في داخل وتحت حمايتهم ومظلتهم وانا اقول انه الان يعتبر من اللاجئين الموجودين في داخل الرياض تصرف عليه الدولة وعلى اتباعه هل هذا الحرب لم تحقق اي انجازات حتى الان بل بالعكس صار فيه دمار صار فيه خراب تشوهت سمعة الرياض امام الاجتماع الدولي تشوهت وادانتها كثير من البرلمانات الدولية واصبحت الدولة متهمة بانها ترتكب جرائم حرب في اليمن هذا الضرر الذي جاء للسعودية في هذا المنطقة وبالتالي على السعودية ان تنهي هذا الحرب باي طريقة كانت واريد انا اعقبه في هذا الموقف استدعي ثورة 62 ثورة 62 استمرت خمس سنوات الحرب بين القبائل اليمنية والسلطة اليمنية الشرعية في ذلك الزمان بمساعدة مصر وهؤلاء بمساعدة الملكيين والقبائل بمساعدة السعودية وكان المطلب السعودي عدم الاعتراف بالجمهورية وكان الدعامة المصرية في ذلك هو الاصرار على بقاء الجمهورية ووصلوا في مؤتمر حرض القبلي اليمني الحقيقي الى عملية مصالحة واقروا النظام الجمهوري واعترفوا به وبالتالي انتهت الحرب اليمنية المصرية الحرب السعودية اليمنية في اليمن بناء على اتفاق حارض الذي كان وقع بين السعوديين في عهد الملك فيصل وفي عهد الرئيس عبدالناصر هناك من يقول ان هذا جاء بناء على معطى خارجي المتعلق بالنكسة والهزيمة التي تعرضت لها القوات المصرية وايضا التغييرات التي حصلت في المملكة العربية السعودية وعدم وجود افاق لدعم الملكية وبالتالي تم الاتفاق على هذا التوفق اليوم العامل الخارجي هل هو موجود؟ العامل الخارجي في اليمن بيلعب دور كبير جدا العامل الخارجي كما قلت السعودية وابوظبي دول خارجية في المفهوم الدولي وايران لكنها هي مطلوبة بناء على سلطة شرعية هل السلطة الشرعية؟ الآن كثير من الناس يطالبون بالسلطة الشرعية هل السلطة الشرعية الآن؟ سؤالي أنا لك والأخوان اليمنيين الذين يطالبون بإسقاط الشرعية لنفترض أنها سقطت الشرعية وجاء عبد الرب منصور وقال أنا بريء مما تعبدون ومما تعملون وأنا خلاص ما أريد أن أكون رئيس للجمهورية وانتهينا هنا هل ستسترد اليمن شرعيتها؟ هل ستستردك يا أنا السياسي؟ أنا أقول امسك هذا الخيط الذي ما زال في يدك السلطة الشرعية الحالية الشكلية أي الشكلية تمسك بها واستخدمها استخداما جيدا من أجل أن يكون لك أرضية في اليمن وعليك أن تقوي جماهيرك وأن تقوي الوحدة اليمنية تحت مظلة السلطة الشرعية في هذا ولا تجعل السلطة شماعة أنك أنت تريد أن تخرب السلطة وأنا على يقين أن بعض الدول الخليجية تتمنى سقوط الشرعية علشان يكون لها شرعية هي تقيم الشرعية التي تريدها فأجعل الشرعية التي ما زالت هشة وضعيفة من أجل أن تستظل بها وأن تقوي مكانك اليمنية في داخل الأرض اليمنية تحت هذا المظلة طيب دكتور في هذا بعيدا عن الشرعية يعني ربما هناك من يقول أن ضعف الشرعية كان هو السبب الرئيسي في ضعف الشرعية كان هو السبب الرئيسي في زيادة الأطماع الإماراتية السعودية واستفراد يعني الإمارات بجزء كبير جدا دعم ميليشيات خاصة بها السيطرة على الموانئ السيطرة على المنابع تصدير الغاز وغيرها بالإضافة إلى الأطماع السعودية يعني أن الشرعية هي من شرعنت لهذه الأطماع الخارجية يا أخي الشرعية اليمنية الحالية العكومة اللي يرأسها عبد الرب المنصور ليس عندها مال وليس عندها إعلام وليس عندها قوة عسكرية تؤحلها بأنها تواجه هؤلاء الناس وبالتالي هي مستضلة بظل النظام بظل التحالف الذي تقوله عبد هذا التحالف يعمل ضد مصلحات هذه الشرعية التحالف يعمل لمصالحه نعم السعودية تريد أن تؤمن مصلحتها الوطنية ومصلحتها السياسية والأمنية على كل الصعود وبصرف النظر عن أي خسارة للطرف الآخر هذا السعودي وكذلك الإمارات تفعل ذلك ولهذا نرى الصراع الآن بين السعوديين والإماراتيين أو السباق أو الصراع المخفي الذي لا نراه أو الذي لا يراه إلا من هو مدقق في هذا يرأ أن هناك خلاف بين السعودية والإمارات في كثير منه الإمارات مسيطرة على الموانئ والمنافذ وإلى آخره وبالتالي السعودية شو بقيلها الصحراء والجبال إذن لا بد أن تبحث لها أيضا عن مخرج ولهذا نرى أن هذا الصراع الخفي بدأ يظهر على السطح ولكن قادم الأيام ستشهد منطقة الخليج اضطرابات كبيرة في اليمن يعني لا تحمد عقبها وستكون عمان طرف في هذا لأنها أصبحت على تخوم عمان وبالتالي لن تقبل عمان بما يجري في المحيطها أو تخومها في محافظة المهرة أيضا كان هناك صراع سابق كانت الإمارات يمن تسيطر ومن ثم انسحبت وسلمت الوضع للسعودية اليوم هناك حراك شعبي وصل في بعض الأحيان إلى مواجهة مسلحة بين الحكومة أو بين قوات السعودية والمتظاهرين من أبناء المهرة هل سيتصاعد هذا الصراع في الأيام المقبلة؟ أنا أتوقع أن يتصاعد هذا الأمر هذا المهرة في خاصرة عمان نعم وأنت تعرف أن المهرة في الاتفاق العماني اليمني هيما عبدالله صالح ورحمه الله أو جزاه الله بما يستحق وكذلك السلطان قابوس رحمه الله اتفقوا وكانت المهرة هي حجر الزاوي في مهرة يمنية وفي مهرة عمانية وبالتالي هم أطراف قبائل ولهذا ترى أنه لما بعض مشايخ المهرة يحمل الجنسية العمانية وأن بعض الأراضي هذه تعتبر جزء من عمان رغم التقسيم الذي جرى في هذا وبالتالي نقول أنه في أي تصاعد تصعيد في هذه المنطقة ستكون عمان طرف فيه في مواجهة عسكرية في قاتم الأيام السعودية ذهبت إلى حضر موت أيضا والإمارة ذهبت إلى سقطرة والمهرة أيضا المناطق التي لم يصلها الحوثيين وتركوا المناطق التي فيها حوثيين والتي كانت أيضا جزء من الشرعية وتتبع القيادات أيضا حتى تديرها القيادات العسكرية السعودية وسلمها للحوثيين كيف نفهم هذه المعادلة المقلوبة أنا أقول أن هناك خطأ في الاستراتيجية السعودية خطأ واضح وإلا هم حدودهم ليست هناك والعدو الذي هو مستهدف ليس هناك العدو المستهدف هو في الحوثيين وشمال اليمن لما لم يركزوا على عودة الشرعي أنا أعتقد أن هناك خطأ استراتيجي ترتكبه العسكرية السعودية ومع الأسف العسكرية السعودية فيها ضباط من خير ضباط الجيوش العربية تدربوا في الصين وتدربوا في فرنسا وتدربوا في كليات أركان حرب في أمريكا وإلى آخره ولكنهم لم يستطعوا أن يحققوا أي إنجازات عسكرية لأسباب قرارات سياسية أعتقد أنها هي نفسها القرارات العسكرية السياسية التي حدثت في 67 والتي حدثت في 73 يعني لم تحقق العسكرية انتصارا إلا لفترة قصيرة جدا هناك من يقول أن الأزمة اليمنية وعمقها واستمرارها هو إنعكاس لوجود أزمة أكبر الأزمة داخل البيث السعودي الأزمة التي تعلقة بنقل السلطة من الملكة إلى ولي العهد وبالتالي لا بد من إبقاء الحرب في اليمن حتى يتم ترتيب البيث السعودي أنا أعتقد العكس هو عليه أن ينهي الحرب في اليمن علشان يستثب له الأمر في الداخل إذا كان هذا المنظور الصحيح ولكن أنا لا أعتقد أنه هذا له علاقة بالداخل السعودي أنا لا أناقش الداخل السعودي الآن لأنه موضوع مختلف كلية لكن أنا أنا أناقش أنه هم يريدون أن تستمر هذا بالعكس هو أعلن أنه سينسحبه من اليمن الأمير محمد بن سلمان قال أنه سينسحب الأمن وأعلن ذلك رسميا على رؤوس الأشهاد وكذلك أعلن أنه يتفاوض مع الحوثيين بناء على رغبة أمريكية أو غير أمريكية أو بناء على رغبة منه شخصيا أو من قياداته الذين معه في أنه يتفاوض مع الحوثيين لكن ما الفائدة التي ستجنيها السعودية بخروجها من اليمن دون تحقيق الاستراتيجية الحقيقية هي فقدت صراحة السعودية فقدت هيبة العسكرية في اليمن أنه بعد خمس سنوات وهذا التسلح الراقي الموجود بها ولم تستطيع أن تهزم مجموعة لا يزيدون عن خمس آلاف يعني صعداوي كما تقولون في اليمن أو منصعدة أو حوثي لم تستطيع أن تنتصر عليه ستنتصر على أي دولة أخرى تعاديها في هذا الوضع هناك من يقول أن من مصلحة السعودية أيضا إبقاء اليمن هشة وضعيفة وبالتالي كي أيضا توفر لها ملاذات أخرى أو يعني كما نعرف الدولة السعودية هي دولة توسعية تريد أن تقضم كل جيرانها وبالتالي هذا الظرف يمكنها من أن تقضم أكبر قطعة من اليمن سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق مقولة أن السعودية تريد اليمن ضعيفة ومفككة وهشة هذا كلام يتداوله العامة والخاصة أيضا وتتداوله كثير من القيادات اليمنية ذلك الأمر بدليل أن اليمن السعودية لم تقدم يعني ما يساعد اليمن على التنمية سواء في عدد علي عبدالله صالح وقبله جعلته أيضا كذا هذا الكلام هذه المقولة يعني الناس تتناقلها في داخل السعودية وخارج السعودية وفي اليمن نفسه هذا العملية لكن في تقديري أنا أيضا إذا كان هذا المنظور السعودي صحيح فإنه خطأ استراتيجي يقيبونه ليش؟ لأنهم هما لا بد أن يكون أمامهم جار قوي ومتمكن من أجل حماية أمن الدولة السعودية تعرف أنه جزء من البحر الأحمر ومداخل البحر الأحمر يمنية الحديدة يمنية المخة يمنية إلى آخره نصف البحر الأحمر الحدودية لها تابعة لليمن وبالتالي اليمن ماسك بعصب الدولة السعودية وأمن الدولة السعودية إذا أحسنت إليه وقوته هو تقوية للدفاع والأمن في المملكة السعودية وبهذا أنا أقول أنه إذا كان منظور السياسيين السعوديين أن اليمن الضعيف هو خيرا لهم من اليمن القوي فهذا خطأ استراتيجي كبير اليمن القوي هو خيرا لهم وأمنا لهم من اليمن الضعيف هناك من يقول أن واحد من الأسباب لإستمرار السياسة السعودية تجاه لمن بهذا الشكل العدائي وأيضا الهيمنة المستمرة هو بسبب طبيعة النظام السياسي في اليمن النظام الجمهوري والنظام لشبه ديمقراطي وهذا يعني أن اليمن بلد جمهوري في محيط ملكي وهذا يجعلها خطر ضمن حسابات تصدير الجمهورية أو ما إلى ذلك لا شك أنه السعودية ليست من أنصار النظام الجمهوري في اليمن على الإطلاق وحاربته خمس سنوات وهي ليست من أنصار أن يقوم نظام ديمقراطي في اليمن وهذا معروف جدا للنظام السعودي لأنه يعتبر أن الديمقراطية حكم الشورى التي تطبق في السعودي فأي نظام آخر مستورد ديمقراطية في الكويت أو في البحرين أو في أي مكان آخر أو في اليمن ليست مقبولة عند النظام السعودي الماضي والحاضر والمستقبل فبالتالي هذا إيمان النظام السعودي لكن ماذا على اليمن أو ماذا على الكويت أو ماذا على البحرين أو ماذا على الإمارات أو القطر أو أي واحد في هذا الأمر إذا كان يريد لدولتها أن تكون دولة ديمقراطية وأن تعارضه من تعارضه وأن يؤيده من يؤيده لكن هذا اختيار داخلي في اليمن هذا تختاره ويختاره الشعب اليمني ويوافق عليه وتوافق عليها أيضا يكون هناك توافق وطني وإجماع وطني عليه هذا يقوي الوحدة اليمنية ويقوي الوحدة في الكويت الوحدة الجبه الداخلي في الكويت وكذلك الجبه الداخلي في أي دولة خليجية يعتمد على الديمقراطية أو الشورى الصادقة الناتجة عن طريق دستور مكتوب يعرف الحاكم حدوده ويعرف المحكم حدوده وطبقا لذلك ويحتكمون إليه عندما يختلفون وبالتالي أن يكون هناك شراكة في النظام السياسي في الحربي والسلم فالشعب هو أدوات الدولة السياسية في الحربي وفي السلم طب هذا عن الدور السعودي ماذا عن الدور الإماراتي لماذا تستميت الإمارات في العبث في اليمن دعم المليشيات المسلحة التحالف مع الجماعات السلفية المتشددة محاولة استعادة النظام القديم أو السابق ودعم الضباط المنتمين لذلك الأحد أنا في الواقع لا أعرف ماذا يريد الشيخ محمد بن زايد إن الله أعطاه ثروة كبيرة جدا وأعطاه شعب مطيع ووحدة وطنية متماسكة في داخل البلد ومكانة مرموقة بناها أباءه السابقين ودولة لها مكانتها الدولية قبل الأزمات أو دخولها في الأزمات الآن لكن ماذا يريد الشيخ محمد بن زايد في اليمن يريد التوسع؟ هو لا يحتاج إلى التوسع لأن دولة واسعة وكبيرة وفيها الإمكانيات وفيها الثروة هل يريد أن يزيد ثروته؟ من حق الناس أن تزيد ثروته ولكن هذا يتم عن طريق الاستثمار عن طريق التوسع التجاري عن طريق التبادل عن طريق التوحد يعني هذا هو الأمل المحقوق لكن أما أنه يدخل في الشان اليمني وفي سقطرة وفي حضرموت وفي المعرب وفي المهرة وفي مناطق أخرى متفرقة من أجل تجزيئة اليمن أعتقد أن تجزيئة اليمن ليست في صارحة الإمارات في مستقبل الأيام على الإطلاق واليمني مثل البعير مثل الجمل يختزن كل قرهياته في صدره في سنامه في مؤخرة ثم يقذف بها في لحظة من لحظات اليمني ذلك الجمل الذي لا ينسى لا ينسى من عداء وبالتالي أنا أقول أنه في خطأ استراتيجي مرة أخرى ترتكبه السياسة في دولة الإمارات في معادات اليمن وأيضا في التوسع في ليبيا وفي أماكن أخرى لأنه لن يحقق له شعبية إن الله أعطاه من المال وأعطاه من الثروة الطبيعية ما يقفيه له لأجال قادمة وقادمة وقادمة ولا مواخذة لمقاطعات لن يسمح له المجتمع الدولي ببناء أمبراطورية خاصة به على الإطلاق ولن تقاتلوا معه ولا مع غيره إسرائيل من أجل تكوين إمبراطورية لسين أو لصاد من أي دولة خليجية تتطلع أن تكون رمزا عالميا ما لم يعتمد على أبناء الشعب والوحدة الوطنية هناك من يقول أن العام الاقتصادي حاضر في الدور الإماراتي الدور الإماراتي مركز في الجنوب في عدن في الموانئ اليمنية لتعطيل عودة ميناء عدن للعمل لإفشال مخطط أو انفتاح حليما على المشروع الطريق الحرير الذي تقوده الصين وبالتالي هذا مما قد ينعكس سلبا على ميناء دبي إلى أي مدى هذه المقاربة قد تكون صحيحة كثير من المراقبين يقولون أن انتشار الإمارات في القرن الأفريقي جبوتي الصومال وأريتريا وجزيرة سقطرة والمناطق اليمنية هو من أجل الهيمنة على موارد ممرات التجارية وهذا استداء التاريخ الماضي أن من يحكم الممرات التجارية يحكم تجارة العالم وبالتالي هنا هذا الخطر لا يهدد اليمن فقط وإنما يهدد المنطقة كلها إذا حدث خلاف بين الإمارات والسعودية أو حدث خلاف بين اليمن المستقبل والإمارات أو حدث بين عمان والإمارات لا سمع الله أي خلافات من هذه الخلافات فتستطيع هذه الدولة أن تخنق الممرات التجارية كاملة في مواجهة هذه الدول وبالتالي نقول أنه كان بإمكان الإمارات أن تكون دولة قوية عن طريق تقوية مجلس التعاون الخليجي وأن تتسيده ولا ترفض هي قدمت وحدة طلب الوحدة الذي تقدمت به السعودي في أيام الملك عبدالله رفضته الإمارات فهي الآن مفروض أنها تعود إلى طلب الوحدة وتقيم دولة وحدوية ترفع الحصار عن قطر وترفع المعاناة عن أخواننا في عمان وفي اليمن وإلى آخره وتمنع التدخلات في هذا المشاكل وتبني لها قيمة دولية وإقليمية وعربية وإسلامية والناس كلها مستعدة أن تكون معا يعني نحن نتحدث أو يتحدث الإعلام الإماراتي والسعودي بشكل مصطفيد عن الخطر الإيراني ومواجهتهم للخطر الإيراني لكن كشفت الحدث الأخير أنه ليس لدى البلدين أي نياه لمواجهة إيران بل استخدام إيران كفزاعة لضرب اليمن وضرب أيضاً اقتصادة الدول الأخرى يا سيدي الخليج لا يستطيع أن يكون عدوًا لإيران على الإطلاق وأن الولايات المتحدة الأمريكية بيعك سلاح ولكنه لن يستطيع أن يصد عنك هجمات إيران وقد ثبت ذلك مؤخراً الباتريوت موجود في كل دول المنطقة ولكنه لم تمنع تدمير أرامكو ولم تمنع صواريخ الحوثيين على الإمارات وعلى السعودية وهذا شاهد عيان ليست أسرار ولسنا ضد لا السعودية ولا الإمارات ضدها لكن نحن كمراقبين نرى ذلك إذن أنت في إيران جوار الجغرافي مفروض عليك لا بد أن تتعامل معه ودعوه أكثر من مرة وبعدين علاقة الإمارات مع إيران علاقة متميزة ومعروفة ولا تستطيع أن تخنق إيران على الإطلاق حتى في أيام حصار إيران هناك منافذ من الإمارات إلى العراق إلى إيران موجودة ومعروفة والخطوط معروفة والساتلاة يتكاشفها وساكتين الناس بالشكل هذا لكن أنك أنت تقول أن إيران أصبحت عدوة هذه الإدارة الأمريكية تستخدم إيران لابتزاز دول الخليج ابتزاز مالي ولهذا طلع الرئيس الأمريكي على مسامع البشرية كلها يقول على الخليج أن يدفع إحنا بنحميه عليه أن يدفع وبالتالي أي دعوة للدفاع عنه لا بد أن تدفع إذن إحنا نحميكم ادفعوا لو ما نحميكم ما تستطيعون تحكمون هذا يقوله الرئيس الأمريكي على الشاشة إذن أنا لازم أخذ عبرة من هذا الموقف أقول له لا نحن شعوبنا تحمينا قدراتنا تحمينا المجتمع الدولي يحمينا على قتل الإنسانية بالعالم كلها تحمينا وبالتالي أنت هزمت في فيتنام وهزمت في الهند الصينية أيضا وهزمت في أفغانستان ولا تستطيع أن تقول لي أنا ما مهزوم أيضا طيب إيران إذا كانت تشكل خطر على الخليج أليس كان من الأولى أن يتم تعزيز الجبهة الخليجية بحلفة عرب يعني شهادنا كيف تم تسليم العراق لإيران كيف تم تسليم سوريا لإيران كيف تم تسليم صنعة لإيران هذه أليس من الأولى أن تكون هي جزء من المنظومة العربية التي تتصدى وتؤمن المنطقة خطأ خطأ تسييد إيران على العراق خطأه أيضا دول خليجية عندما كانت المقاومة العراقية على أشدها نعم بعد 2003 لم تساعدها هذه الدول على الإطلاق ولم تعينه ومنعت الحدود ومنعت الناس أن يصلون إليها بينما الحدود الإيرانية مفتوحة والماليشيات إيران تدخل وتخرج وتصنع ما تشاء إذن استلمتها إيران وسعود الفيصل رحمه الله قال لقد استلمت إيران العراق على صينية من ذهب وبين معرفة الولايات المتحدة لكن من سلم غيرنا هذا الذي لم نمد يدنا إلى المقاومة العراقية وأحملناها وها سار ما سار المقاومة في لبنان حزب الله في لبنان كان حركة أمل قبل حزب الله كان من يعاديه كانوا يعادونه العرب كان عديد دول الخليج وبالتالي نمع من الذي نط في هذه الساحة استقطبته إيران وهذه إيران تحكم لبنان الآن ولا تستطيع أن تشكل حكومة في لبنان إلا برضى طهران ولا تستطيع أن تشكل حكومة في بغداد إلا برضى طهران وغادا لا تستطيع أن تشكل حكومة بعد أمل إذا سيطر الحوثيين حكومة في اليمن إلا برضى إيران غصبا عن هذه الدول الخليجية كلها هل ما زل هناك فرصة لإنقاذ اليمن من السطوار؟ هل إيش؟ هل ما زل هناك أمل لإنقاذ اليمن من سيطرة الحوثيين؟ طبعا في أمل أن يكون عندك إرادة عسكرية لإيقاف الحوثية الإرادة العسكرية هذه داخلية أم خارجية إرادة عسكرية سعودية أنا قصدي إرادة عسكرية أمراتي إرادة عسكرية عند التحالف إذا قرر التحالف إيقاف الزحف لكن هل سيقرر أمعرف يعني بعد خمس سنوات الأمور تذهب باتجاه تسويات صغيرة من أجل أيضا اليوم اليوم هناك حديث وأنت من أكثر المدافعين عن البعدة اليمنية هناك وسائل إعلام إماراتي تروج لخمس دول أو دولات داخل اليمن وكلها تعادي بعضها البعض هل سينجح هذا السيناريو؟ هذا هم قاعدين يعملون عليه إذا هيمنى والآن الحوثيين وين هم في مأرب على أبواب مأرب وعلى أبواب مأرب وفي المنطقة الجوف في الجوف والآن يتمددون وواصلين ولم يقفهم أحدا إذا إذا تمكنوا من الهيمة على الشمال كاملا فما الذي يمنعهم أن يتمددون نحو الجنوب؟ وعندهم قوة عندهم قوة عسكري وعندهم إرادة قتالية وعندهم قيادة واحدة وليس ستين قيادة في اليمن جاء قوة في عدن وقوة في البحرين في حضر موت وقوة مش عارفة وهنا وهنا إذا ذي خلخلت مجلس التعاون هي التي أدت إلى ضحف اليمن وتفكيكه وتجزياته وليس من صالح دول الخليج أن اتفتت اليمن ليس من صالحهم لأنه سيضعف وستدخل كل جرائم الدنيا تهريب المخدرات تهريب السلاح تهريب الإصابات تهريب كل شيء من هذا سيتم في هذا والبحر مفتوح طيب في يعني كسؤال أخير ما هي الخيارة المتاحة أمام الليمانين هل هناك إمكانية لتغيير السلطة القائمة هل بإمكان الدعوة لتشكيل حكومة أخرى لإسقاط الشرعية الموجودة لتشكيل قيادة وطنية داخل اليمن أنا أقول لك استخدم السلطة الشرعية القائمة الآن من أجل بناء يمن جديد استخدمها ولا تسلمها مقاليد الأمر كما يستخدمها الآخرين لتدميرك فإن تستخدم هذه السلطة الشرعية لا تدعي إلى تدمير السلطة الشرعية لأنها لنستخدمها إذا دمرت قد تتضرر أكثر وقد تقول ياريتنا بقينا على ما نحن عليه فبالتالي لابد المحافظة على السلطة الشرعية الآن وتستطيع أن تحمل تحت مظلتها من أجل تحقيق أهدافك في وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وتقوية الجبهة الداخلية وعدم الفرقة بين اليمنيين اليمنيين الآن مشاتتين لمن يدفع لهم ثمنا في ذلك فإذا إذا صار عندهم عفاف أو تعفف من مد اليد للآخرين يدفع لهم فلوس أنا أعتقد اليمن بخير شكرا جزيلا دكتور انتهى الوقت وكنت سعيد جدا بالحوار معك شكرا لك شكرا عزائي المشاهدين في اختام هذه الحلقة لا يسعني لا نشكر ضيفي الكريم الدكتور محمد المسفر استاذ العلوم السياسية في جامعة قطر الشكرا أيضا موصول لجميع المشاهدين نلقاكم في حلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة